انت مين يا ابني انت ايكيو ولا ايو اسكندراني والله هلا هلا عليك يا بيبو هلا هلا السلام عليك ورحمة الله وبركاته اخباركو ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة اللي بيزعل من المقدمات ما يزعلش انا ما بعرفش امسك نفسي يا جماعة هو دفينة وما بعرفش امسك نفسي فيعني سامحوني في الحتة اللي بتبقى في الاول دي هنتكلم النهاردة عن جهاز من الاجهزة او من سلسلة مجموعة فيديوهات انا بسميه عندي المعرفه لو انت من الناس اللي بتتفرج على الاجهزة اللي بتنزل السوق المصري ده انت على راسي بس الفيديو ده مش هينسبك ومش مناسب ليك و لو انت من نوع الناس بتاع الجهاز ده مش نازل بتعم電 عليه فيديو ليه يبقى انا ااسف ان انا ضياعت حبت غنانة في الاول من وقتك الجهاز ده مش نازل مصر الجهاز ده ليه اصحاب المزاج في الهواتف او في المجال التقني هم اللي هستمروا معايا في الفيديو تطبيقا للسياسة اللي ماشية دلوقتي بتاعت كل نفسك قبل ما حد ياكلك اللي بدأت بيها واوي من فترة كبيرة جدا يمكن ما حدش عارف هزين معلومة ان شركة اونر المنبسقة من تحت شركة واوي دي موجودة من زمن الزمن وكانت بتصدر او بتنزل اجهزة لشارك اسيا فقط بعد كده ابتدت شوية بشوية الشركات تطلع من تحتها شركات شاومي بوكوفون اوبو ريلمي نهاردة شركة هي وردي ما كانتش موجودة في السوق المصري اسمها فيفو من اقوى وافضل البرندات الصينية على الاطلاق وان لم تكن الافضل خرج من تحتها برند ميكس ما بين الجيمينغ ان هو الجيمينغ تليفون جيمينغ وما بين ان هو فلاكشاب ولكن بسعر قليل فيفو اي كيو دابل او او اي كيو دابل او على طول اللي بميز الجهاز ده خلينا نتكلم قبل ما ندخل في المواصفات التقنية او الاتاد الداخلي او اي مما يكون المسمة اللي بميز الجهاز ده ان هو فلاكشاب بسعر مناسب الجهاز ده حضرتك تقدر تحصل عليه النسخة المتين ستة وخمسين اتناشر جيجا رام لو جبتها مباشرة من الصين ممكن توصل ليدك هنا في حدود 10500 وخمسمية لحداشر الف جنيه طبعا مرقم اولايل جدا بالنسبة لامكانيات الجهاز 12 جيجا رام 256 جيجا معالج 855 المعالج الاحدث من شركة كوالكم سناب دراجون 855 فا اعلى معالج في المعالج الفلاكشاب طبعا شيء جميل مع عدد الرماد ده مع الزاكرة دي مع شاشة سوبر اموليد احدى ستراز من شاشات السوبر اموليد مع اندر سكريم فينجر برينت مع بصمة شاشة مع بطارية 4000 مع شحن 40 واط زي ما حضرتك سمعت شحن 40 واط الجهاز بيشحن من زيرو 50% في 25 دقيقة وبيشحن شحنة كاملة في 45 دقيقة الجهاز بيشحن 100% في 45 دقيقة وده اسرع شاحن انا شفته يعني خلال شغلي في مجال التقني اسرع جهاز شفته بيشحن وصل لإيدي وشفته بيشحن الجهاز طبعا مكون من الزجاج وبابعاد 19.5 لتسعة امكان انا مش حابة بقول لكم الموضوع بقى بالنقط زي ما بنعمل لان دي زي ما قلنا مراجعة دردشة مع الجيكس او المهتمين بالتقنية الابعاد بتاعت الشاشة 19.5 لتسعة حواف الشاشة في الجهاز شبهة مش موجودة حواف تقريبا مش موجودة قليلة جدا الجهاز جاي بالابعاد اللي هي 19.5 لتسعة الدروب نوتش والشاشة زي ما قلنا سوبر امولد في اسرع بصمة صباع شفتها حتى هذه اللحظة تحت الشاشة يعني شفت بصمات صباع في أجهزة كتير ولكن هذا هو الأسرع في بصمة الشاشة اللي أشوفه في هذا الجهاز الـ IQW الجهاز طبعا الصوتيات مش هنتكلم عليها والجهاز لازال محتفظ بمدخل السماعات ودي من النوادر في فئة الفلاكشاب إنك تلاقي مدخل السماعات ولكن ده توجه شركة فيفو إنها شركة كلاسيكية شوية محتفظة بمدخل السماعات في معظم أجهزتها نيكس نيكس اس في كل أجهزتها تقريبا محتفظة بمدخل السماعات وده شيء يحسب لها لا عليها الجهاز طبعا شركة فيفو بتفرم في البطاريات بطارية 4000 ميلي أمبير فبيدوا بطاريات بصراحة بطارياتهم قوي جدا السوفتوير بتاعهم اللي هو الفان تاتش هنا النسخة في الفان تاتش ألطف بكتير من وجهة كالر او اس بتاعة أوبو وألطف بردو بكتير من وجهة أكسوجين بتاعة وان بلس وتحديدا أنا اخترت الجهازين دول للي ما يعرفش هذه المعلومة الجهاز ده تابع لشركة بي بي كي المالكة للعلامات التجارية وان بلس أوبو ريلمي وفيفو وحاليا اي كيو دبل او الجهاز ده أول اصدار من الشركة في هذا الصدد أو بهذا الشكل الجهاز ما خدش صدد عالمي لأنه هو النسخة الجلوبال منه مش موجودة كتير ولكن الجهاز بالتجربة اللي جربتها معايا بصراحة يمديك تجربة وهمية هناخد المميزات اللي جوا الجهاز سريعا كده نقط التمايز احنا اتكلمنا على العتاد الداخلي في سياق الكلام كده شوية ولكن خلينا نتكلم عن مميزات الجهاز اللي ممكن تخليك تعمل أوردر وتبعت تشتري جهاز زائدة أول ميزة انك بتاخد 12 جيجا رام وسناب دراجون 855 و 256 جيجا ذاكرة داخلية يعني ده كده خلطة فضل الله جنة حطه الطير مع سوفتوير فونتتش خفيف جدا منخلي الجهاز بيجري جوا إيدك فانت كده أخدت الخلطة الهاردوير والسوفتوير مكتملة تماما طيب لو جينا لجزئية المالتي ميديا فانت واخد صوت استيريو جايس قوي واخد تجربة صوتية محترمة من السماعات للسبيكرز لمخرج الصوت فهنا أصبحت عندك ميزة برضو في التجربة الصوتية للجهاز هنيجي للتجربة الأقوى وهي تجربة الكاميرات جهاز بيجي بتلت كاميرات خلفية أول كاميرا 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 ويمكن دي حاجة أنا مش شايفة لطيفة يا ريتو كان يبقى 1.7 كان يبقى أفضل يعني بس إيه طبعا عشان السعر وعشان التوفير فدي حتة صغيرة في الجهاز مش فرقة كتير الكاميرا الثانية 13 ميجا بيكسل ودي خاصة بالألتراويد بزاوية التصوير الوسعة وبصراحة زاوية التصوير الوسعة هنا مختلفة في إيه ما تسألنيش بس هي مديك زاوية التصوير محترمة جدا لما تيجي تصور بالجهاز مديك زاوية التصوير ما تحسش انك بتصور بألتراويد يعني في ناس كتير لما عرضت صور افتكروا ان انا مصور صورة عادية بس مما كان ببعيد في الحين ان انا كنت أفضل جدا والألتراويد هي لفتحة العدسة الكاميرا التالتة دي 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 ودي خاصة بالعزل او اللي بتحدد ابعاد العزل في الجهاز تجربة الكاميرا الخلفية بتاعة الجهاز وهمية غير ان برنامج الكاميرا بتاع الجهاز في شوية لعب انا بصراحة مستلطفه جدا يعني اولا في حوالي 6 مودز في الجهاز تقدر تتصور بالخلفية اللي وراك تتحكم في الخلفية اللي وراك ممكن تطلع انت بالالوان خلفية اللي وراك ابيض واسود ممكن تطلع صور تانية انت متصور بخلفيات الوان تعمل عزل الخلفية وراك ترغيها تعملها بلورينج بمديك شغل الحاجات دي ممكن تحصل عليها من برنامج للكاميرات ولكن هنا لما بتكون البرنامج الوريجنال بتاع الجهاز هو اللي بيديلك ده فانت بتاخد تجربة فعليا تستحق انك تقدر تعتمد عليها يعني فالكاميرات اللي غبار عليها وصور بتفاصيل دقيقة جدا وممتازة فوق الخيال الكاميرا الأمامية في الجهاز 12 ميجا بيكسل وبتاخد نفس الخواص في السوفت وير في الكاميرا الأمامية وعايز اقولك ان بصراحة مدياكتك روبت سيلفي انا ما شفتش زيها في أجهزة فترة الأخيرة دي من حيث الدقة معالجة الألوان الستيوريشن ديناميك رينج مدياك صور فعلا تكاد تكون الصورة انها تنطق ونسبة الزكاة الاصطناعية في الجهاز عالية بيديك معالجة تفاصيل الشخص اللي بتصور حلوة ويعني صوره فعلا واضحة وكلير جدا كاميرا الفيديو هي بتصور معاك بشكل عادي بيديك التراوية في الفيديو أمامي وخلفي ولكن طبعا برضو دي سقطة تانية في الجهاز الجهاز عادي خلاص 30 فرم في الثاني يعني عادي خلاص بيصور فيديو عادي كنت اتمنى ان هو يعني يبقى فيه طفرة برضو في تصوير الفيديو في الجهاز خصوصا ان هو مفترض ان هو بديك امكانيات فلاك شاب ولكن هنرجع للجزئية اللي كنا بنقولها انك عمرك ما هتاخد كل الامكانيات الكاملة في جهاز بسعر اقل من الاجهزة اللي زيه في الفئة السعرية دي وتجربة دي جربناها مع شركات كتير في التصميم الجهاز طبعا بييجي زي ما قلنا من التصميم الزجاجي تصميم بريميوم لا غبار عليه عندك خط خلفي هنا بيديك الوان انت بتزبط انت عايز الالوان دي تشتغل في ايه سواء مع الشحن سواء مع المكالمات مع مع الاشعارات مع اي حاجة بيديك لون فالدزاين هنا ده شكل الخط ده مش فقط للجمال في التصميم ولكن كمان علشان يديك زي لمبة اشعارات في نوتفيكيشن وهو الفريم تاع الجهاز الامونيوم طبعا تصميم الجهاز لا غبار عليه يمكن من اهم نقط القوة في الجهاز الجهاز بيجي بثلاثة الوان السود وازرق وهو اللون اللي معايا اللي هو يعني اتمنى ان حد يقول لي ايه هو 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 بالنسبالي انا برطقاني اورنج في بني محروق في عسلي حاجة كثير قوي ولكن اللون ده يعني ده اللون اللي انا اقصد اللون ده يمكن اول مرة نشوفه في موبايل والجناب برطقاني وحاجة يعني حركة كده موجودة في الجهاز فلون غريب عشان كده اقصدت ان انا اجيب الموبايل خلينا نقول الزرارة اللي في الجنب ده في التليفونات الجيمر او التليفونات اللي هي مخصصة للالعاب زي يعني البلاك شارك من شاومي او الريد مارس من زي تي اي بيبقى الزرار ده في عندهم زرار مخصوص للجيم سبيس او لمنطقة الالعاب فهنا ده الزرار ده مخصص على الجنب الشمال هنا مكتوب عليه اي اوهي ولكن هو مخصص للجوبي اسيستنت اللي هو قريدي خاص بشركة فيفو ومخصص برضو انه بياخدك على الجيم سبيس او منطقة الالعاب الجهاز بيطلع من الكارتونة بيكون معاه او ملزوق عليه مسبقا سكرين بروتكتور على الوش وعلى الظهر ودي عادة فيفو ان هما يدوق سكرين بروتكتور على الوش وعضاء وبييجي كافر مع الجهاز والكافر معالج او مجهز ان هو يدي لك فتحة الظهر دي الاضاءات اللي بتطلع منها فتح لك مكان الاضاءات وعمل شوية لعبة في الجهاز في النهاية احب اقول لك ان الجهاز ده هتجيبه في الحالة اللي انت عاوز فلاكشوب عاوز جهاز مميز في الكاميرا لان عادة الاجهزة اللي بتيجي في الفئة المتوسطة بامكانيات الفلاكشوب كاميراتها متبقاش قوية والتجربة دي شفناها في اجهزة كتير ما بتبقاش الكاميرا يعتمد عليها فانت بتضطر في الحالة دي ان انت تستغنى عن الكاميرا هنا هو ما خلاكش تستغنى عن حاجة الحقيقة ما خلاكش تستغنى عن شحن تيربو باور تيربو باور حاجة جبارة ما خلاكش تستغنى عن كاميرا كويسة ما خلاك سقط لك حاجات في النص ممكن متحسش بيها لو انت مشتقني زي فتحة العدسة اللي هي واحد وتمانية زي تلاتين فريم بس في تصوير الفيديو زي 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 حاجات بسيطة جدا ولكن في النهاية اداك الخلاصة اللي تقدر تاخد بها جهاز فلاكشاب وتبقى شايل الجهاز وانت مرتاح في الاداء بتاعه مش هيعمل معاك اي مشاكل انا استخدم الجهاز تقريبا بقالي فترة اسبوع او 8 ايام بصراحة الجهاز مديني اداء فوق الممتاز بطارية هتقعد معاك سكرين اون تايم حوالي سبع ساعات ونص اشوف الفيديو ده لو حبيت تجيب الجهاز من خارج مصر شكرك يا رب ما كنت طولت عليك وارجوكوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب ولو عندك ايه استفسار ايه استعرفه عن الجهاز ايه معلومة ايه استعرفه عن الجهاز تقدر تسيبها لي في الكومنت وان شاء الله هرد عليك فيها وحجاوبك وشكوا فيديوهات جاية كتير وكان معاكم محمد النواب